تداولت بعض وسائل الإعلام التصريحية السابق عن غرفة التجارة في بعض المغالطات وأنا أتصور أول هذا التصريح بأنني مع غرفة التجارة إدارة التجارة الحالية الذي صور هذا التصريح بأنني مع غرفة التجارة الحالية أحد أمرين إما أنه جاهل يجهل التصريح ولم يسمع التصريح كاملا أو أنه من من يتربصون في الماء العكر ويصيدون ويدلسون كما هو معلوم أن هناك بعض الإخباريات دأبت على تضليل الشارع الكويتي لأهداف وأغراض هي أعلم بها لذلك التوضيح مهم وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الجهل السقيمي لذلك نحن نعيد التأكيد على مبدأنا القائم على معارضة هدم أي مؤسسة مؤسسات سواء غرفة التجارة أو غيرها من المؤسسات هذه مؤسسات عريقة أسست في الكويت حين عرضنا إلغاء هيئة القرآن وقلنا إذا الخلل في الإدارة تعد الإدارة أيضا كان هناك خلل في صندوق المشاريع عدّلت الإدارة لم تلغى هذه المؤسسات نحن على هذا المبدأ أننا ضد هدم أي مؤسسة لكن هناك تعديل وتعديلنا لغرفة التجارة يكون في عدة أمور منها تعديل التصويت أن يغير قانون الانتخاب في غرفة التجارة أنه يغير موضوع الرسوم تعدّل هذه الرسوم إلى رسوم رمزية جدا ليس ابتزازا أيضا يمنع تدخل غرفة التجارة في مؤسسات الدولة هذه مهمة غرفة التجارة لها تمثيل في كثير من المؤسسات حتى في التأمينات لها تمثيل في هيئة الصناعة لها تمثيل أنا أرى أن لا يجوز أن تتدخل وتوقف غرفة التجارة مشاريع الدولة وتتحكم في مؤسساتها هذا رأيي أن يكون في تعديل لقانون غرفة التجارة لتقنين عملها لكنها تبقى كغرفة متعارف عليها في الكويت وفي العالم هذا رأيي ونحن دائما أراءنا ليست تابعة لأحد لنا أراءنا المستقلة وبحمد الله ما أوصلون للناس اللي يثقون برأينا ولا يمكن أن نركب أي موجة خاطئة أنا أعتبر إلغاء غرفة التجارة بهذا الشكل خاطئ لكن الصواب أنها تعدل هذه الثلاث أمور المهمة في غرفة التجارة ثم تبقى غرفة التجارة كما هي غرفة التجارة لا تمثل أشخاص مؤسسات الدولة لا تمثل أشخاص تمثل أهل كويت يبقى أنه استغلها شخص من الأشخاص خلاص ننهي هذه المؤسسة لا بل يكون هناك هذا التعديل وأنا أظن هذا التعديل هو تعديل مهم وتعديل مفيد وتبقى هذه الغرفة بلون جديد تساهم في التجارة تساهم في تخصصها دون التدخل في أي مؤسسات الدولة لذلك اقتضل التوضيح لبعض من يثير هذه المغالطات ويتهمنا بأننا أصبحنا ندعم غرفة التجارة الحالية دون تمييز أو دون تركيز فيما ذكرنا ترجمة نانسي قنقر